معلومات عن بابغاء الكاسكو نصائح عند شرائك لهذا البابغاء ما هي مميزات هذا البابغاء وما هي عيوبه ما الفرق بين الذكر والأنثى ما هو متوسط عمر هذا البابغاء ماذا يأكل هذا البابغاء كم كلمة يحفظ بابغاء الكاسكو مقارنة بين الكاسكو وغيره من أنواع البابغوات كل هذا وأكثر سنتعرف عليه في هذا الفيديو فتابعونا ولا تنسوا الإعجاب والاشتراك دعما للقناة لنستمر بمشر المزيد إن شاء الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته من قناتكم الحياة عجائب بابغاء الكاسكو أولا أسماء الكاسكو يسمى بالكاسكو ويسمى بالبابغاء الرمادي الأفريقي ويسمى ببابغاء جاكو أما عموطني هذا البابغاء فمن اسمه البابغاء الرمادي الأفريقي فإنه يوجد في غرض وسط أفريقيا أهو من البابغوات المهدية بالانقراض لذا فإن ثمنه مرتفع بابغاء الكاسكو والقدرة على الكلام يعد بابغاء الكاسكو من أحد أبرع الطيور على وجه الأرض المقلبة إذ أنه من أروع البابغوات على الإطلاق حتى إنه لا يتفوق على بابغاء مكاو ويتفوق على جميع البابغوات أخرى بخلاف بابغاء الأمازون فمن عيب بابغاء الكاسكو أنه قد يصاب بالخجل أمام الضيوف أو أمام الأغراب أما بابغاء الأمازون فليس عنده هذا الخجل فبإمكانه أن يتكلم أمام الناس جميعا إذا طلب منه أن يتكلم كم كلمة يحفظ بابغاء الكاسكو يستطيع هذا البابغاء الذكي أن يحفظ لأكثر من مئة كلمة وذكاء هذا البابغاء يفوق طفلا بعمر خمس سنوات أو ست سنوات بابغاء الكاسكو مصنف على أنه واحد من أذكى الطيور التي عرفتها البشرية المعندرجة إزعاج هذا الطائر فهو ليس مزعجا بالنسبة لباقي البابغاءات الأخرى كيف أعرف عمر بابغاء الكاسكو؟ بإمكانك أن تعرف عمر بابغاء الكاسكو إن نستطيع أن نعرف عمر بابغاء بالنظر إلى عينه فالفرق الصغير لون عينه أسود بالكامل فلا يوجد له حبقة حول عينه وهذه الحبقة كلما كبرت طائر كلما اتضحت وظهرت كما هو واضح أمامنا في الفيديو ونستطيع أن نعرف عمر الطائر من خلال الدبنة في رجل الطائر ويكون مكتوب عليها التاريخ الذي ولد فيه الطائر أما عن سلوك بابغاء الكاسكو فهو بابغاء اجتماعي من الدرجة الأولى حتى في البيئة الأساسية له ويتميز بالخجل الشديد فقد يتوقف عن الكلام عند رؤية أشخاص الغرباء إذا طلب منه الكلام قد لا يتكلم وهذا من عيوده ومن عيود هذا البابغاء أنه من البابغاءات الشديدة الحساسية إذا أهمله صاحبه فقد يصاب بأمراض نفسية خطيرة وقد يقوم البابغاء بمتفريشه إنه من أكثر البابغاءات التي قد تصاب بالأمراض النفسية صائح عند ذهابك لشراء هذا البابغاء أولا يفضل أن تذهب إلى مصدر موثوق لشراء هذا البابغاء فكما نعلم أن ثمنه مرتفع جدا وينصح بعدم تربيته للمبتدئين أو المنشهلين لأن هذا البابغاء يحتاج لمزيد من الاهتمام ومزيد من الوقت فيحتاج من صاحبه أن يلعب معه وأن يوفر له الألعاب لأن هذا الطائر يتميز بأنه فضولي ويحب اللعب وأنه شديد الحساسية لذا ينصح بالابتعاد عنه للمبتدئين كما ينصح أن تربي ذكر وبداية كيف نستطيع أن نعرف الفرق بين الذكر والأنثى إن هذا البابغاء من البابغاءات الصعبة التي يصعب عليك أن تعرف الفرق بين الذكر والأنثى إن يتشابه الذكر مع الأنثى بدرجة كبيرة جدا ويصعب عليك ذلك وأفضل شيء أن تقوم بتحليل الـDNA الحمض النووي للتفرقة بين الذكر والأنثى يجب عليك أن تشتري ذكر لماذا؟ ينصح الخبراء والمتخصصون بأن تشتري ذكرا وأن تبتعد عن الأنثى إذا كنت قد أردت أن تربي هذا البابغاء للتدريب ولكي تعلمه الكلام وتعلمه بعض الألعاب فينصح بشراء الذكر لماذا؟ لأن الأنثى غالبا هي أكثر عرضة للإصابة بالاكتئاب ومدف الريش ذلك لما يصيبها من الطرابات هرمونية وهذا عن دراسة تم إثباتها أن الأكثر إصابة هي الأنثى لما تتعرض له من الطرابات هرمونية وعليك أخي الكريم عند ذهابك لشراء هذا البابغاء أن تنظر جيدا إلى عين هذا البابغاء بأن يكون فيها حمرار أن يكون فيها أي نوع من أمواع الأمراض وأن تنظر إلى ريش هذا البابغاء بأن يكون فيه ندفن لأن هذا مؤشر على إصابته بالأمراض النفسية وعليك أن تنظر جيدا إلى الدبلة في رجل الطائر وأن تتأكد من جنس هذا الطائر وباختصار شديد سوف أترك لكم الرابطة في وصف هذا الفيديو بعنيان كيف تشتري البابغاء أو نصائح عند ذهابك لشراء هذا البابغاء كم يعيش بابغاء الكاسكو؟ أما عن متوسط عمر هذا البابغاء فإنه يعيش من خمسين إلى تسعين عاما كحد أقصى عند الاهتمام به أما عن تغذية هذا البابغاء فإنه يأكل مثل باق بابغايات وعلى حظ الباحثين أن هذا البابغاء يتعرض لنقص كبير في الكالسيوم وفي فيتامين A لذا فعليك يا أخي الكريم أن توفر له الكالسيوم وأن توفر له فيتامين A وأن تعرضه لمزيد من أشعة الشمس أو أن تعرضه بفيتامين دان وعليك أن تهتم بجميع أنواع الخضروات والفياكه وعليك بعض الناس يذهب إلى الوجبات الوجبات الجاهزة التي تبع لهذا النوع من البابغاءات وذلك حفاظا على هذا البابغاء واهتماما بجميع العناصر الغذائية التي يحتاج إليها أنه يأكل المكسرات كاللوز كما أنه يحب بظهر عباد الشمس كما أن هذا البابغاء يأكل جميع الفواكه والخضروات فلا تحرمه من التنويع بين هذه الخضروات والفواكه ومن تقديم الأكل الليني متى يبلغ هذا البابغاء للتزاوج والتفريخ إن هذا البابغاء يبلغ عند عمر ثلاث سنوات ويصل وزنه إلى 450 جيراما ولكن ما هو موسم تزاوج هذا البابغاء؟ إن هذا البابغاء موسم تزاوجه يكون في الشتاء ما بين شهر موفمبر إلى فبراير وتضع الأنثى البيض مرة واحدة في السنة وتضع من أربع بيضات إلى سبع بيضات كحد أقصى وترقد على البيض ثمان وعشرين يوما أما عن أنواع بابغاء الكاسكو فيوجد له أنواع عديدة فمنه الألبينو ومنه أيضا المصبع كما نرى وهناك بابغاء يسمى بابغاء التمنة وهو شبيه ببابغاء الكاسكو وقديما لم يكن أحد من الناس يفرق بين التمنة وبين الكاسكو وسوف أترك لكم الرابط في وصف هذا الفيديو لتعرف الفرق بين الكاسكو والتمنة وفي نهاية هذا الفيديو أرجو أن تكونوا قد استمتعتم بهذه المعلومات التي جمعناها لكم ونرجو منكم دعم القناة بالأعجاب والاشتراك